يوم الخميس الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن مناطق شمال سوريا غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية لكن التبادلات الاقتصادية والتجارية مع الحكومة السورية لا تزال تحت العقوبات ويزعم الجانب الأمريكي أن ذلك سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة وحيال هذا قالت وزارة الخارجية السورية يوم الجموعة أن دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتنظيمات المعارضة المسلحة والإرهابية في شمال سوريا أدى إلى تدمير القدرة الاقتصادية السورية والموارد الوطنية كما ألحق أضراراً جسيمة بالونية التحتية وتسبب بموت أبرياء من الأبناء السوريين وأشارت وزارة الخارجية السورية إلى أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية ليس أكثر من استمرار لممارستها التخريبية مؤكدة أن الجيش السوري والشعب والحكومة سيهزمون مطامح الولايات المتحدة والدول الغربية البغيضة لتقسيم سوريا وقبل اندلاع الأزمة السورية بالكامل بدأت الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على الحكومة السورية والشركات والأفراد داخل البلاد وفي ديسمبر عام 2019 وقع الرئيس الأمريكي أنذاك دونالد ترامب على قانون قيصر لتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد سوريا وتغطي العقوبات الحالية جميع مجالات الحياة الدولية والشعبية في سوريا تقريباً